الضمان الصحي يمضي باتجاه التطبيق الأوسع خاصة أنه يحتل مرتبة متقدمة في منهاج الحكومة الوزاري تنفيذه يسهم في تعزيز التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ورفع كاهل التكاليف المالية عنهم الضمان الصحي سيشوي الكافة العراقيين لكن بمراحل تدريجية وجزئية المرحلة الأولى ستكون جزء من موظفي محافظة بغداد إضافة إلى جزء من المواطنين مشمولين شبكة الرعاية الاجتماعية وأيضا فئة من المتقاعدين وفئة من المصابون بأمراض التوحد وبعدها يتم عمام التجربة إلى باقي المحافظات وباقي الفئة تقديم الخدمات الطبية ضمن قانون الضمان الصحي سيعزز الاستثمار بالقطاع العلاجي وتأهيل المؤسسات الصحية لتكون بمستوى يلبي طموح المواطن لتقديم خدمة أفضل لمختلف الحالات المرضية قانون خطو بالاتجاه الصحيح في جمع الأحوال هو قانون إيجابي ونحن بالنسبة لنا ننتظر هذا القانون التشريع من مدة بالتأكيد كل قانون كل تجربة جديدة راح ممكن أن تتعرض إلى معوقات ممكن كبوات لكن الطموح نعم الطموح أنه يجب أن يصل الضمان الصحي إلى أوسع شريحة من المواطنين ويقدم الخدمات ويسهل تقديم الخدمات في القطاع الخاص والعام وطبعا بالتأكيد هذا راح يشجع الاستثمار بالقطاع الخاص ويطوره بشكل جدي توفير الاحتياجات الصحية والعلاجية تعد من أولويات الحياة الكريمة التي تسعى الحكومة لتوفيرها للمواطنين من بغداد محمد سلام العراقية الإخبارية ترجمة نانسي قنقر